صباح الخير لكل مشاهدينا منعرف قديش قطاع التعليم في غاية الأهمية ومنعرف أيضا جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله اللي يحميها بهذا القطاع تحديدا لأنها هي بتعرف قديش هذا القطاع مهم وبتعرف أنه كمان لازم نهتم بالمعلمين لازم نقوم بتدريبهم بتنمية مهاراتهم باستخدام كل الاستراتيجيات سواء العالمية اللي ممكن أنها تحافظ أيضا على خصوصية البيئة الأردنية حتى نقدر نطور هذا القطاع بكل مناطق المملكة. اليوم معانا الأستاذ هيف البنيان وهو الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا العبدالله لتدريب المعلمين. صباح الخير أستاذ هيف. بنا نحكي اليوم عن الجزء الثاني لعلم بتقى قديش كان علم بتقى الجزء الأول كان ناجح اليوم علم بتقى الجزء الثاني واللي كانت أكيد جلالة الملكة رانيا الأبدالله قبل يومين موجودة بيئة الجنوب وتحديدا بالكارك والتقط العديد من المعلمين. ولكن فيه له كمان خصوصية أخرى فبنصبح عليك وبدنا نشوف التقرير. شو رأيك أستاذها؟ ممتاز صباح الخير. صباح الخير نشوف التقرير وبنرجع لحواننا برامج أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ترمي إلى إكساب المعلمين المهارات وأسليب التدريس الحديثة مما ينعكس على أدائهم داخل الغرف الصفية من خلال تطبيقهم للبرامج التدريبية واليوم انضمت جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى عدد من معلمين ومعلمات الكرك المشاركين في إحدى الجلسات التدريبية للمرحلة الثانية من برنامج علم بثقة الذي أطلقته أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين لمحافظات الجنوب من أمعان مطلع الشهر الحالي حيث عبرت جلالته عن سعادتها بوجودها بين المعلمين في الجنوب. حرصنا أنه عن طريق من خلال الأكاديمية أنه نطلق هذا البرنامج من هون حرصا على اهتمام أهل الجنوب بالتعليم وبعرفه هذا من أولوياتكم وهذا شيء غريب بالكركة لأنه كركة بدأت أن أعرف كيف أنتم حريصين أنكم توفروا لأبنائكم تعليم فعلا نوعي فهذا مش غريب على محافظة خرجت للأردن نساء ورجال فعلا كان لهم بصمة كبيرة في بناء الوطن. فإن شاء الله هاي بيكون خطوة تانية في هذا المجال. وإن تزال ما بتعرفوا التعليم وأدوات التعليم في عملية مستمرة بالتطوير. فإحنا بحاجة أن نواكب هذا التطور حتى المعلم عندنا يضلبه يعلم فعلا بثقة لأنه بده المواد اللي بعطيها ومنطلها للطالب تكون لها صلة بالموحيط اللي هو فيه بالأشياء بتطلبها السوق العمل فبالتالي لازم نضلنا مواكبين باستمرار شو الأشي المتجدد وهذا يعني دور على الجميع. الجميع لازم يدعم تدريب المعلم ويستقطب البرامج الموجودة عالمياً وزي ما عملنا إحنا بعلم بثقة أنه يعدل فيها حتى تصير مناسبة لثقافتنا لمعلمينا لمناهجنا وتم استعراض الوضع الحالي والخطط المستقبلية للبرنامج كما تحدث مشاركون في التدريب عن توقعاتهم بخصوص تنفيذ البرنامج في صفوفهم الدراسية كافة فيما أكد القائمون على الأكاديمية على خدمة المعلمين لنقل جميع المعارف والمهارات للارتقاء بالعملية التعليمية فاليوم حتى في بداية الورشة اللي حضرناها اليوم طرحت أن أفكار جديدة إضاءات لمواضيع ممكن قد نعيشها ونعيشها في الغرفة الصفية ولكن بروح التجديد فيها للطالب ولمعلم يعني تثري الغرفة الصفية وتثري المعلومة وتثري الهدف الأساسي من التعليم عن طريق تواصل المعلم مع الطالب فائدة كبيرة جداً وليه تجربة خاصة مع أكاديمية الميركرانيا من خلال شبكة اللغة العربية ونحن اليوم نتعلم في ورشة تدريبية نتعلم من خلال أعلم بثقة خمس مبادئ لبناء غرفة صفية آمنة وقوية وكانت جلالة الميركرانيا التقت في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة الكرك عدد المعلمين من محافظات الجنوب المستفيدين بالبرامج أكاديمية الميركرانيا لتدريب المعلمين حيث استمعت جلالتها إلى تجارب المعلمين وعملهم المتواصل مع الأكاديمية وتطبيقهم للمهارات المكتسبة خلال فترة التدريب وتم تدريب أكثر من ثمانية ألاف وستمائة معلم في إقليم الجنوب على جميع برامج الأكاديمية المتوفرة الإيجابيات كثيرة كانت من الورشات التي استفدناها من شبكات العلوم وضفنا هذه الورشات والاستراتيجيات التدريس كلها في الحصة الصفية وطبعا معكس إيجابياً على طلابنا الإضافة الكبيرة أنه أنا خرجت كمعلم فاهم شو بدي أعمل كمعلم تغيير سواء من غرفة صفية من إدارة من معلمين كل هاي الأمور كانت عندي إلى خبرة أو معلومات مسبقة عنها إحنا البرنامج اللي خاضعين إلى مدراء المدارس حالياً هو برنامج القيادة المتقدمة هذا البرنامج أضاف الكثير لمدير المدرسة غير وجهة نظره ونظرته اتجاه المدرسة أصبح المدير يفكر بطريقة أكثر علمية وأكثر منهجية وأكثر بحثية تجاه المدرسة وخلال جولة لجلالة الملكرانيا في المدرسة تبادلت جلالتها الأحديث مع الطلبة كما انتقت مع المعلمات والفريق الإداري للمدرسة وتم تعريب كتاب علم بثقة من قبل أكاديمية الملكرانيا وأطلاق برنامج يستند عليه يتناول سلسلة من الأسليف تدعم المعلمين في إرساء بيئة تعلم وترفع مستوى التوقعات الأكاديمية في الغرفة الصفية المرحلة الثانية من علم في ثقة في محافظة الكرك عبارة عن سلسلة من الورشات التدريبية انطلقت في محافظة معان مطلع شهر الحالي ليصل لعدد المستفيدين 500 معلم من جميع مناطق المملكة خلال الفترة الحالية أحمد زمقنا التفيزيون الأردني محافظة الكرك صباح الخير من جديد شاهدنا هذا التقرير ونرجع من راحب بالأستاذ هيف البنيان مدير تنفيذي لأكاديمية الملكيرانية العبدالله هذا الحديث عن علم بثقة اتنين بس ناخد فكرة أستاذ هيف عن علم بثقة واحد اللي طبعا أطلقته من فلال الأكاديمية وكان له صدى وإقبال واستحسان عند كثير من المعلمين صباح الخير وشكرا دائما على الاستضافة ودعمكم لإلنا علم بثقة هو كتاب ترجمناه من كتاب الأصلي اللي اسمه تيتش لاكي تشامبين هذا الكتاب الحقيقة اللي فتت انتباهنا له جلالة الملكة هي شافته وحبته الكتاب بكل بساطة الكاتب عمله ألفه من خلال متابعات صفية ألاف من الساعات أضاها في غرف صفية بتابع معلمين شاف أنه عندهم قدرة معينة ويستخدموا أسليب هم طلعوها لإدارة الغرف الصفية وتحقيق نتائج عالية مع الطلاب بالرغم من أنه هدول المعلمين بيشتغلوا في مدارس فقيرة ومدارس مش من المدارس اللي عندها كل الوسائل الموفرة والإمكانيات الموفرة فألف الكتاب حط فيه 49 أسلوب الحلو بالكتاب أنه عملي جدا قابل للتطبيق أسليب تقرأها وتعمل تدريب عليها شوي تقدر تطبقيها في داخل الغرف الصفية أطلقنا الكتاب في 2012 بعد ما ترجمنا طبعا ما قدرنا نتأجمه حرفيا من تيشل أكتشامبيون فسمنا أعلم بثقة ودربنا عليه ما يفوق 3500 معلم بالأردن وكمان كان له صداء كبير مع المدارس الخاصة وكمان في الوطن العربي كان يجينا كثير طلبات للتدريب وطبعا الأكاديمية تملك حق التوزيع في الوطن العربي جهودكم مباركة وواضحة بأكاديمية الملكة الرانية العبدالله لتدريب المعلمين وإعادة الثقة للمعلم لأن الإنسان لما يعلم بثقة فعلا بيطلع منه تفاصيل مختلفة عندما يكون مهزوز نوعا ما لما عم نحكي عن علم بثقة اثنين بلش بمعان والآن بالكرك وإن شاء الله مستمرين لباقي مناطق المملكة شو اختلف زادوا الأسليب صح علم بثقة اثنين وكمان دخلتوا تفاصيل منكم أنتوا كأكاديمية احكي لنا شوي أستاذ هيتعلم هلا الكاتب من خلال ممارسته للجزء الأول قدر ياخد هاي الأسليب ويحطها ضمن أطر ومحاور أساسية فالكتاب علم بثقة اثنين أو تيش لأكا تشامبين تيو أجا مش بس بوفر أسليب مجمع الأسليب ضمن محاور هاي المحاور صارت كأنها ضمن إطار برنامج يعني المحاور عندنا التأكد من فهم واستعاب الطلبة إشي بسموه الإقاع الأكاديمي في داخل الغرفة الصفية نسبة المشاركة والتفكير المبادئ الخمسة الأساسية اللازم تطبق في داخل الغرفة الصفية وتحت كل محور في عدد من الأسليب فعلم بثقة انتقل من كتاب لصار برنامج هلأ احنا كمان فخورين لأنه احنا دائما فخورين بعلاقتنا مع الشركات اللي احنا منحدثها والشركات اللي احنا منحدثها ما مناخد بس شيء زي ما هو مطبق في الغرب ومناخده زي ما هو احنا عم نشوف شو الاحتياجات وعم نشوف كمان في استجابة من الجهات اللي احنا متشارك معها وعماله بقدروا هذا الشيء يعني مثلا يجينا عندهم لانه داخل الكتاب فيه أساليب عمالها عمالها بتطور وفيه أدوات لازم تكون موجودة مع المعلم هي أدوات عبارة عن صفيرة ووراء ملون شغلات بسيطة جدا حبينا ان احنا نطور عليها فطلعنا بفكرة انه خلينا نوفر للمعلم كت بسيط ساعة رملية ساعة رملية الجرس بعض الكروت الملونة بالاضافة للكتاب فكان هاي واحدة من الشغلات واللي يمكن استخدامهم بالغرفة هاي هي الفكرة ان ياخدها المعلم معه في داخل غرفة صفية الشيء الثاني الكتاب لما ترجم إحنا لغتنا العربية تعرفي أتقل من اللغات الثانية وأتقل من الإنجليزية يعني هو قدر يحط الأسليم هم تساعة ربين صاروا اتنين وستين أسلوب قدر يحطها بكتاب إحنا لما جينا نعملها بكتاب باللغة العربية صال كتاب بده يكون كتير كبير حسنا رح يكون كمان تقيل للتفاعل حسنا رح يمكن يلخم المعلم وكمان إذا من نبيعه بالمكتبات يمكن يكون غالي الثمن فحبينا أن نوصله بأكتر طريقة ممكنة لكل المعلمين بالوطن العربي فجزقنا على أربع أجزاء مش هو أربع محاور عملنا على أربع كتب وهذا كان طبعا بموافقة الكاتب وانبسط كتير على الفكرة فصارت علم بثقة اتنين عبارة عن مجموعة كتب أربع كتب كل محور عبارة عن كتاب الكتاب صار صغير بسيط مركز على مبادئ معينة بعض منها أكاديمي وبعض منها بركز على المبادئ والخلق والمفاهيم المواطنة الصالحة التي يجب أن تكون موجودة عند الطالب طب أستاذ هاي في زيارتكم إلى الجنوب كيف ممكن أنتم كمان تساعدوا المعلمين ليستوعبوا هذا الكتاب هل في محاضرات ستكون عن هذه الأجزاء من الكتب تقدروا تشرحوا للمعلم أكتر وصلوا له الفكرة بطريقة أكتر معينة أنا متأكدة أن الكتاب زي ما أنت قلت هو بسيط وسهل وترجمته أكيد يعني متقني بالإضافة أنه مش عبارة عن نظريات وعبارة عن أسليب عملية بس هل فيه كمان هو إحنا بدأنا من نعلم بثقة واحد هي أنه فيه تدريب وهذا التدريب إحنا طورناه بالشراكة مع الكاتب ففيه تدريب ورح أكون فيه تدريب على كل محور من هاي المحاور ما فيه داعي ندرب على كل الأسليب هي التدريب يركز على بعض الأسليب وبحط المعلم على الطريق أن يفهم كيف يستخدم هذا الكتاب كيف يستخدم هاي الوسائل والأدوات في داخل الغرفة الصفية فهو البرنامج هلأ رح سير فيه تدريب يعني مش رح ندرب بس المعلمين على محور واحد كل معلم عم نحاول أنه على مدى أربع سنوات القادمة يأخذ الأربع محاور والأربع كتب بالإضافة لعدة الأدوات هاي وفيه عندنا جهات مانحة يعني بحب أنت هذه الفرصة الموجودة على التلفزيون نشكرهم البنك العربي وشركة برومين لأنهم يساعدون في هذا الموضوع وإن شاء الله يظلوا معنا حتى نقدر نتوسع فيه بأكتر طريقة ممكنة دائما نشكر أكيد القطاع الخاص اللي ما منستغنع أنه هاي هي الشراكة الحقيقية وكل واحد لأنه فيه دور كتير مهم بالمجتمع أخر شيء أستاذ هايف لما نحكي عن المعلمين عدد المعلمين كتير كبير بمملكتنا الحبيبة قبل شوية رفت تحت الهوى أنه يعني صعب أنه تغطيطهم أصلا بمثل هذا شو بتدعي أنت المعلمين اللي عم بيشوفونا اللي سواء أخذوا علم بثقة الجزء الأول أو علم بثقة الجزء الثاني كيف بيقدروا ينقلوا هاي الخبرة لباقي المعلمين بكافة المنازل حتى المدارس عفوان حتى يقدر فعلا أنه يكون معمم بمملكتنا شكرا للسؤال حقيقة احنا في الأكاديمية طبعا علم بثقة هي أحد برامجنا أحد من برامجنا الخفيفة كمان يعني احنا عنا برامج الشبكات اللي بندرج فيها المعلمين بقعدوا فيها معانا سنتين حتى يأخذوا الشهادة فإحنا عنا عدد كبير من البرامج استطعنا منها من خلالها نوصل إلى تقريبا 65 ألف معلم كأكاديمية بس مش بكل البرامج ومش بنفس الطريقة يعني لأخذوا عنا البرامج طويلة الأمد حوالي 10 ألاف معلم اللي هي برامج الشبكات في عنا برنامج القيادة المتقدمة مع جامعة كونتيكت في عنا حوالي 300 أربعمائة مدير أخذوا هذا البرنامج نفس الوقت في عنا دورات قصيرة كتير إذننا نوصل منها لعشرات الألاف من المعلمين لكن إذا المعلم ما أخذ هذا التدريب سواء كان سعتين ثلاثة أو يومين أو سنتين مثل بعض البرامج عنا إذا ما أخذ هذا البرنامج طبقه في داخل غرفة صفية علم زميله رح يكون كتير صعب للوصول يعني هي عملية لكل بقول لك المعلم محور العملية التعليمية المعلم هو الأساس في تطوير التعليم فالمعلم لازم يأخذ هاي التدريب اللي أخذه يطبقه في الميدان ويحاول يتشارك فيه مع زملائه لأنه كتير صعب أنه نوصل لجميع في جهود عمالة منتكاثف عليها كتير مع الوزارة دعم ستي جلالة الملكة بالتعاون مع الجهات المانحة طبعا قدرنا نوصل لأعداد كبيرة لكن المشوار طويل والتغيير بده وقت بس أساسه المعلم فبطلب منهم وبناشدهم أي شيء بأخذوه منه حسوه مفيد يطبقوا وبنفس الوقت يتشاركوا فيه مع زملائهم في المدارس اللي هم موجودين فيها صحيح كل شكر لك أساس هايفا البنيان مدير التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا العبدالله للتدريب كل شكر لجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله الواضحة والجلية وزي ما قلت هذه الجهود خلي كل شخص عنده هاي المسئولية تجاه المجتمع اللي عايش فيه قلت المعلم هو المحور وفعليا صحيح لأنه زمان لما كان فيه كتاب ما كان فيه حتى غرفة صفية كان هو الشخص هو اللي يقود الصف وهو اللي يعلمهم وهو اللي يحببهم بالمادة وهو اللي يكون قدوة ونموذج لإلهم ممكن بكل حياتهم فمندعي كل المعلمين بجهودكم أكيد أنهم يقدروا ينشروا كمان علم بثقة اتنين يستخدم كل هاي الأسليب الحديثة شكرا لك أستاذ هايف ومش رح ننتهي من علم بثقة اتنين لأنه رح نشوف هلأ كمان فيديو قصير عن هذا البرنامج الرائع برنامج علم بثقة كسب لمعارف ومعارات وكفاءات ضرورية لأبني ثقافة صفية إيجابية بيني وبين طالباتي وضعت خبرتي في غرفة الصفية وطبقتها المعرفة في بيتي الخاصة ساعدني برنامج علم بثقة بشكل ملحوظ على النهوض بأدائي كمعلم والحلو بالبرنامج أنه دائم التطور ومنحني بداياته 49 أسلوب ساعدوني أدير غرفة الصفية وهسا مرحلته الثانية قدم لي 62 أسلوب مجموعة الكتب والأدوات ساعدتني كمعلمة أنه أتعرف على أسالي بجديدة ومميزة وانعكس التجربة على طلابي وتحسنك نتائجهم وانعكس على نفسيتهم ومشاركتهم بشكل كتير إيجابي أنا كمعلم بسعى دائما أطور المهارات وخبراتي وأكاديمية الملكة الرانية تجريب المعلمين بتقدم لنا البرامج والورشات المناسبة لبيئتنا الصفية ومجتمعنا وان شاء الله انحقق هدفنا أنه نرتقي كلنا لمسيرة التعليم في الأردن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر